اتينا الى هنا للفوز بكأس الامم الافريقية ونشعر بخيبة امل تجاه شعبنا الذي كان يتوقع منا الكثير لكني فخور بلاعبي فريقي عندما تخسر عليك ان تحافظ على كرمتك وفي هذه الخسارة سنحافظ على كرمتنا لكنها كانت مباراة غريبة نوعا ما وفيها الكثير من ركلات ثابتة لا داعي لتكرار ذلك مرة اخرى الشيء المؤسف هو اننا بعد الهدف فقدنا نسق المباراة واننا تسرعنا كثيرا بعدما بدأنا المباراة بشكل جيد وسيطرنا على الكرة ووجدنا الصغرات من المؤسف اننا لم نتمكن من التمسك بذلك لكن هذه هي كرة القدم في 2022 كنا صعدة واليوم نحن حزنون حزنون من اجل اللاعبين وجميع الشعب السنغالي ولكن هكذا تسير كرة القدم سنبقى محترمين في هذا الامر نحن انه في قصره محزنين فيه